إذا أردت رزقا طيبا كثيرا مباركا فيه فقلوا للكلمات التي كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قالها رزقه الله ورزق أصحابه ما هي هذه الكلمات تبع المقطع معنا الله يجزاكم الخير لا يكون إضافة يشوف المقطع غيركم والكل يستفيد الدعاء الأول وهي سنة مهجورة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الدعاء عند ضيق الرزق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أصاب النبي عليه الصلاة والسلام ضيقا فأرسل إلى أزواجه يبتغي ما عندهن من طعام فلم يجد عند إحدهن شيئا فقال اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت فأهديت له شاة مصلية فقال هذه من رحمة الله ونحن ننتظر رحمة الله إذن الدعاء الأول اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت الدعاء الثاني وهو دعاء علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأنس رضي الله عنه قال اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيت متفق عليه إذن الدعاء اللهم اكثر مالي وولدي وبارك لي فيما أعطيتني الدعاء الثالث وهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوله كل صباح بعد الفجر اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعمل متقبلا حافظوا على هذه الثلاث الأدعية وعلموهن غيركم يرزقكم الله من واسع فضله